اشتركوا في القناة وعودة السحب مجدداً خلال الساعات القليلة المقبلة ستكون واردة وعبورها سيكون ملحوظ أيضاً خلال الأيام القادمة لكنها سحب غير مطيرة الرياح حالياً شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه من 10 إلى 30 كيلومتر في الساعة درجة الحرارة حالياً 17 درجة مئوية والرطوبة النسبية 66% فرص لتراجع الرؤية الأفقية نتيجة تشكل الضباب على بعض المناطق الليلة ستكون واردة لذلك نتمنى من أخواننا قائدين المركبات السريعة خارج المدينة نتمنى منهم أن يديرون بالهم الرؤية الأفقية حتى الآن في مدينة الكويت جيدة حول 11 كيلومتر صور الأخمار الصناعية تبيننا عمور السحب سيعود مجدداً خلال الأيام القادمة وهناك فرص لبعض السحب على بعض المناطق لكن أجوانه الليلة ستكون صافية في أغلب الوقت وحتى نهار يوم الغد لكن من منتصف نهار يوم الغد بإذن الله تبدأ السحب بالعبور مجدداً حتى نهاية اليوم الرياح الشمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه درجات حرارة تتراوح ما بين 12 إلى 16 درجة مئوية سرعة الرياح تتراوح ما بين 10 إلى 30 كيلومتر في الساعة البحر خفيف لمعتدل الموج من 1 أو من 2 إلى 4 قدم حتى منتصف نهار يوم الغد الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة سرعة تتراوح ما بين 12 إلى 35 كيلومتر في الساعة أجواء معتدلة خلال النهار تميل للدفء درجات الحرارة في أغلب المناطق تتراوح ما بين 20 إلى 24 درجة مئوية باستثناء السواحل الجنوبية والجزر تتراوح درجات الحرارة فيها ما بين 19 إلى 20 درجة مئوية البحر سيكون خفيفة إلى معتدلة الموج أيضاً من 2 إلى 4 قدم أجواء مستقرة ورياح خفيفة إلى معتدلة السرعة وأجواء مشمسة في أغلب الوقت سما صافية لكن تدريجياً خلال المساء تعود السحب على بعض المناطق والرياح تستمر خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام تتراوح سرعتها ما بين 10 إلى 30 كيلو متر في الساعة مع درجات حرارة تتراوح ما بين 15 إلى 18 درجة مئوية أيضاً أجواء معتدلة خلال المساء والبرود تكون ملحوظة فقط في الفترات المتأخرة من الليل والفجر فترة هذه من فترات الحمل المد الأول بإذن الله الساعة 11 و 21 دقيقة الظهر والمد الثاني الساعة 9 و 26 دقيقة مساء والجزر الأول الساعة 4 و 25 دقيقة صباحاً والجزر الثاني الساعة 3 و 52 دقيقة مساء والبحر بإذن الله خلال النهار وأيضاً خلال المساء من 2 إلى 4 قدم المواقع بإذن الله أذان الفير الساعة 5 و 12 دقيقة والشرق الساعة 6 و 33 والمغرب الساعة 5 و 33 دقيقة أما الطقس المتوقع خلال الأيام الخمسة القادمة أجواء معتدلة مستقرة و درجات حرارة معتدلة تميل الدفع خلال فترة الظهيرة واعتدال خلال المساء وأجواء تميل البرودة فقط في الفترات المتأخرة من الليل وفجر عبور السحب راح يستمر ويانه ورياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه نعام شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه راح تستمر ويانه من اليوم ليوم السبت القادم باتر بدنا الـ 24 العظمى وصغر 11 شمالي غربي الهواء من 12 إلى 35 كيلومتر في الساعة عبور السحب راح يكون موجود على بعض المناطق ويكون عبور السحب ملحوظ أكثر في يوم الأربعة أجواء غائمة جزئياً 25 العظمى و 12 الصغرى ورياح شمالية غربية 12 إلى 35 كيلومتر في الساعة ومن 8 إلى 28 شمالي غربي إلى متقلب الاتجاه واجواء غائمة جزئياً واجواء تميل للدفء بشكل ملحوظ خلال فترة الظاهرة في يوم الخميس 26 العظمى وصغر 13 درجة مئوية و 25 في يوم الجمعة و 11 الصغرى ومن 8 إلى 30 كيلومتر في الساعة سرعة الرياح الشمالية الغربية وحول هذه المعدلات في يوم السبت من 10 إلى 30 و 25 العظمى وصغر 12 درجة مئوية مع عبور للسحب راح يستمر ويانه أزال المشاهدين أجواء معتدلة ربيعية راح تستمر ويانه لعدة أيام استقرار في الطقس وأجواء معتدلة تميل للدفء خلال النهار والبرودة تكون ملحوظة فقط في الفترات المتأخرة من الليل والفجر نشرتنا الجوية تنتهي ولكن بعد درجات الحرارة للعواصم والمدن حول العالم ترجمة نانسي قنقر